إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد انتشر في الوسائط الإعلامية في الأيام السابقة بين الناس انتشارا عظيما خبر وقصة تتعلق بعقيدة المسلمين وهو أن فتاة تبلغ السابعة من عمرها تزعم أنها جاءها ملك وأخبرها أن الماء الذي عندها فيه شفاء من كل داء وتناقلت هذا الخبر أغلب الوسائل الإعلامية وتولى الترويج لهذا الباطل شابٌ يعرف بسوء أخلاقه وبسفهه ويكفي به سفهاً أن ينشر هذه العقيدة الباطلة بين الناس وذلك بمنطق في شمال السودان ولنا مع هذه الحادثة والخبر وقفات الوقفة الأولى أن يعلم الناس أن الدعاة الذين يحذرون من الشرك بالله ويطرقون ذلك بين المسلمين كثيرا ويقررونه ويكررونه أن ذلك من صميم الإسلام ومن صميم الدين ومن صميم مهمة الدعاة إلى الله والخطبات بل الناس بل الداعي التي بُعِثَ بِهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُولِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وهذا يدلُّ على أن الشرك بالله ليس هو فقط مسألًا تشرت بين الجهال والبُسطاء وبين الذين لا يقرؤون ويكتبون وأن هذه المسألة لا داعية لذكرها الآن لأن الناس غير مُحتاجين إليها إلى غير ذلك من الكلام المُثبِّط الذي لا يصدُر إلا عن جاهلٍ بحقيقة دعوة الرُّسُل أو بإنسانٍ يخاف من مُواجهة الناس بالحق وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ثوبان وهو عند أبي داود وابن ماجة وغيرهما وأصلُوا في صحيح مسلم قال ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمُشركين وحتى تعبد فئامٌ من أمتي الأوثان فإنك لو نظرت إلى حوادث كثيرة خاصة عندنا في السودان ما يُروَّج لخبر وعقيدة باطلة إلا تلقى الانتشار قبل فترة استيقظ الناس على أصوات المساجد أن أحداً أو طفلاً رأى أن من شرب الشاي فإن فيه كذا وكذا والمنابر استغلت من الثانية صباحاً قبلها قالوا ظهر شاب أو طفل بمنطقة يعالج الناس بالجرسلين فخرج الناس زُرافاتٍ ووحداناً يتعالجون عنده فمات من مات ممن عنده داء السُكَّر وظهر طفل آخر يزعم أنه يعالج بتسخين مُسمار إِتِ الشَّبَوَى الْإِنسَانِ عَالِي فذهب إليه الناس وظهرت إمراء قالت إن الشيخ المُكاشفي أجرى لها عملية في المنام وهو قد مات منذ عشرات سنين وأنه جاء بشاش من الجنة وأجرى لها تغيير لجرح العملية بعد ذلك العقائد تنتشر يقولوا طينة ودَّى الطريف وهو من الأولياء المزعومين في السودان ومن الطواغيد الذين تُشدُّ إليهم الرحال قالوا الطينة حقَّة شفاء من داء السعر المُكاشفي قالوا حفير أيضاً شفاء من كل داء وعمل الله مدح قالوا حفير يلاقي يعني تنزل فيه المطر لحد الخريف الجائد طيب إنت ما شفت رب العالمين النيلة قدامك منذ أن خلق الله الدنيا لم ينقطع فمن يستحق العبادة ومن أنزل الماء من السماء في حفير المُكاشفي وانت ما شفت الخواجات الذين حفروا الحفائر فدقوا لأخوانا يدُل على ضعف العقيدة وهشاشتها وعلى ضعف الإيمان أن يعتقد الإنسان النفع والضر في غير الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون والوقفة الثالثة أن المؤمن الحقيقي هو الذي يخاف من الإشراك بالله وينصح أهله ومجتمعه ومن له ولاية وسلطان عليه ينصحه بالتوحيد وينهاه عن الشرك بالله ألم تسمع قول إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وإبراهيم عليه السلام إمام التوحيد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به وهو من هو في الصبر للاختبار والصبر على المحنة التي جرت عليه الكبار قال تعالى في متحه وإبراهيم الذي وفَّى يعني ما ابتلاه الله ببلاء إلا وصبر وكان على قدر البلاء والمسؤولية ولذلك عمر رضي الله عنه رأى أناسا يأتون إلى شجرة فيجلسون عندها فقال عمر ما هذا قالوا هذه الشجرة يقولون إنها شجرة الرضوان فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها لأن لا يعبدها الناس شجرة بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وذكرها الله في القرآن لكن يا أخوان عمر رضي الله عنه فهم حقيقة الإسلام إنما الموضوع النبايعت أو ذكرت في القرآن وإنما الموضوع هل هي تحقق مقصود القرآن من عبادة الله وتطهير القلوب من الشرك بالله أم تكون سببا لبعض الجهال ليعبدوا غير الله وعمر رضي الله عنه في البخاري لما جاء إلى الحجر الأسود يقبله وهذا من السنن المستحبة لمن ذهب معتمرا أو حاجا طائفا بالبي أن يستلم الحجر الأسود وأن يمسحه وأن يقبله فقال له عمر إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك لأن أخوانا ربنا عز وجل قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا كي يناله التقوى منكم فإنما يريد الله جل وعلا هذه القلوب صافية عقيدتها موحدة لربها تبارك وتعالى نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الشرك وأن يقبضنا إليه غير مفتونين أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحب أجمعين الوقفة الرابعة أو الخامسة أن كل أمر لم يثبت أن فيه بركة أو شفاء فإن التبرك به والاستشفاء به من الشرك بالله ما لم تثبت بالسنة أو بالكتاب أن فيه بركة وشفاء أو يثبت بالتجربة أن فيه علاجا وشفاء فإن ذلك يكون من الشرك بالله سبحانه وتعالى ولذلك قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بجاهلية فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق وللمشركين سدرا يعلقون بها أسلحتهم ينوطون بها أسلحتهم يتبركون بذلك يقال لها ذات أنواط فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر وفي لبضٍ سبحان الله إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة الذي يريد الشفاء ويريد البركة وثبت عنده أن شيئا أو أمرا فيه البركة فليتبرك به أولا معتقدا أن البركة والشفاء من عند الله ثانيا يعتقد أن هذا الشيء سبب وأنه لا يشفي بنفسه وليست البركة من عنده فمن ذهب وأراد أن يستشفي بماء زمزم وهذا أمر مشروع فإنه لا يعتقد أن ماء زمزم يشفي بنفسه ولا يعتقد أن البركة من ماء زمزم بل يعتقد أن الشفاء عند الله والبركة عند الله ويعتقد أنه سبب وعرف أنه سبب لأنه جاء في السنة لكن في أشياء لا ذكرت في سنة إنها سبب بل تخالف القرآن وهي من الشرك بالله فيتبرك ويستشفي بها كثير من الناس ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضاً أو أوتي به يقول أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وجاء في حديث صهيبة الطويل في قصة أصحاب البروج الغلام الذي ترك السحرة ودخل في دين التوحيد وجاءه جليسٌ للملك وكان به عمى فقال له وجاءه بهدايا كثيرة ما ها هنا أجمع يعني من الهدايا لك إن أنت شفيتني فقال له الغلام إني لا أشفي أحدا ده غلام ودي فتا وهذا الغلام في الأمم السابقة وهذه الفتا بين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شان تعرف غربة الدين والتوحيد قال إني لا أشفي أحدا إنما الذي يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك الله فآمن بالله فدعى الله فشفاه الله لكن كونك تعلق الناس بك أو بطينة أو بحجاب أو بورقة بأخواننا من الشرك بالله أيوب عليه السلام ربنا ابتلوا بالبلاء المرض الشديد وبذهاب أهله وماله وكان كثير المال من الحمير والبغال والخيول والبهايم كان كثير المال ربنا ابتلوا بالمرض حتى ترك الناس مجالسته عليه السلام ومات جميع أهلي إلا امرأته وذهب ما عنده من المال فهلك قال الله تبارك وتعالى وأيوب إذ نادى ربه ما قال يا السادة السادة أنا عبدًا لكم نادى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فما هي عاقبة من أنزل الضر بالله ولجأ إلى الله واستغاث بالله وتوكل على الله وأنزل حاجته بباب الله وعلق قلبه كله بالله ما هي العاقبة العاقبة جاءت بفاء التعقيم التي تدل على سرعة الاستجابة فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمةً من عندنا لهذا العبد الصابر وذكرى للعابدين فيصبرون ويدعون الله فيشفيهم الله فإن رحمة الله ليست خاصةً بأيوب عليه السلام وحده ولذلك يجب علينا أن نحذر وأن ندعو الله بالثبات على الدين حتى نلقاه نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يعلمنا ديننا نسأل الله جل وعلا أن يأخذ على أيدي السفهاء وأن يرد كيدهم في نحرهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عنا وأن يشفينا وأن يرحمنا نسأل الله جل وعلا أن يغنينا من فضله وأن يكرمنا من نواله ورحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله